روى الرحالة ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار قصة حقيقية عجيبة عن أبي البركات البربري المغربي والقصة جاءت على لسان أهل جزر الملدي في الثقات فيقول أهل هذه الجزر كانوا كفارا وكان يظهر لهم في كل شهر عفريت من الجن يأتي ناحية البحر كأنه مركب مملوء بالقناديل وكانت عاداتهم إذا رأوه أخذوا جارية بكرا فزينوها وأدخلوها إلى بيت الأصنام ويتركونها هناك ليلة ثم يأتون عند الصباح فيجدونها ميتة ولا يزالون في كل شهر يجرون القرعة بينهم ومن أصابته القرعة أعطى بنته وظلوا على هذا الحال حتى قدم عليهم مغربي يسمى بأبي البركات البربري وكان حافظا للقرآن العظيم فنزل بدال عجوز منهم بإحدى الجزر فدخل عليها يوما وقد جمعت أهلها وهن يبكين كأنهن في مأتم فسألهن عن شأنهن فلم يفهمنه فأتى ترجمان فأخبره أن العجوز كانت القرعة عليها وليس لها إلا بنتا واحدة وسوف يقتلها العفريت فقال لها أبو البركات أنا أتوجه عوضا عن ابنتك بالليل وفي الليل أدخلوه إلى بيت الأصنام وهو متوضع وظل يطلو القرآن ثم ظهر له العفريت فداوم التلاوة فلما اقترب العفريت منه وسمع القراءة لم يحتمل وغاص في البحر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ثم جاءت العجوز وأهلها وأهل الجزيرة ليستخرجوا البنت على عادتهم فيحرقوها فوجدوا المغربية يتلو فمضوا به إلى ملكهم وأعلموه بخبره فتعجب كثيرا ثم عرض المغربي عليه الإسلام ورغبه فيه فقال له الملك أقم عندنا إلى الشهر الآخر فإن فعلتك فعلك ونجوت من العفريت أسلمت فأقام عندهم وشرح الله صدر الملك للإسلام فأسلم قبل تمام الشهر وأسلم أهله وأولاده وأهل دولته ثم ذهب المغربي لما دخل الشهر إلى بيت الأصنام وأخذ يطلو القرآن حتى الصباح ولم يأتي العفريت وجاء السلطان صباحا والناس معه فوجدوا المغربي على حاله من التلاوة فكسروا الأصنام وأسلم أهل الجزيرة وبعثوا إلى سائر الجزر فأسلم أهلها وأشرف أبو البركات على بناء عشرات المساجد في شتى الجزر وقام بنفسه يعلم الناس أحكام الإسلام لقد كان أبو البركات بأخلاقه وقوة إيمانه سببا في دخول الإسلام إلى جزر الملضيف والتي كانت ديانة أهلها هي البوذية أو الوثنية وبعد دخول الإسلام فيها أصبح جميع سكانها من المسلمين دون استثناء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قصة واقعية حدثت في المرج بالقاهرة حيث اتصل عميل بسائق أوبر وطلب منه أن يحضر إليه بمنطقة المرج وقد تعود السائق على أن يقف أول الشارع ويأتيه العميل مكان وقوفه إذا ما كانت المنطقة مزدحمة أو الطريق غير ممهد إلا أنه في هذه المرة دخل بسيارته ووقف أمام بيت العميل رغم الزحام والطريق الغير ممهد نزل العميل وفتح الباب الخلفي وأدخل طفلا صغيرا ثم جلس هو بجانب السائق وقال له مستشفى 57-53 فقال السائق في نفسه الحمد لله أني لم أقف أول الشارع اعتذر العميل للسائق لأنه أتعبه بدخوله أمام البيت وقال له ابني كان قد أخذ جلسة كيماوي بالأمس ولن يستطيع السير اليوم لأول الشارع ابتسم السائق وقال له لو أستطيع أن أصل بالسيارة إلى سريره وأحمله لفعلت ظل السائق والعميل يتحدثان حتى وصل أمام المستشفى فقال السائق هذه الرحلة هدية مني لك رفض العميل وأصر على أن يعطي للسائق حقه وعرف أن المبلغ المطلوب هو سبعون جنيها فأخرج مئتي جنيه وأعطاها للسائق ليعطيه الباقي فاعتذر السائق لعدم وجود نقود تكفي معه ثم قال له عندما تريد العودة لبيتك اتصل بي لأعيدك وعندها أخذ مالي رفض العميل وأصر على إعطاء السائق حقه ثم استأذن منه ليقوم بفك المئتي جنيه ولكنه لم يجد مع البائعين ثم أشار له سائق تكسي وأخبره أن معه صرافة فأعطاه المئتي جنيه وما هي إلا لحظة حتى أسرع سائق التكسي بعد أن أخذ المبلغ وهرب شاهد السائق ما حدث وكان يريد مطاردة سائق التكسي إلا أنه خشي أن يظن العميل أنه اختطف ابنه وظل في حزن شديد يشاهد صدمة العميل الذي جلس يبكي على الرصيف ويحدث ربه قائلا فرجك يا الله لم يعد لي طاقة لتحمل أكثر مما أنا فيه نزل السائق يطيب خاطر العميل ويطلب منه أن يحمد الله على أن المصاب في المال فقال له العميل والدموع في عينيه هذا آخر مبلغ معي أردت أن أدفع المواصلات وأشتري لعبة لابني حتى ينسى ما هو فيه من ألم بهذه اللحظة نزل شاب من سيارة فاخرة كان يراقب الموقف وذهب للرجل ووضع في جيبه مبلغا من المال ثم أسرع بسيارته ولم يقل كلمة واحدة سأل العميل السائق عن هذا الشاب إن كان يعرفه فأجاب بالنفي وضحك وقال للعميل مازحا هيا نجلس بالسيارة ونعد المبلغ ونقتسمه عد العميل المبلغ فوجده ألفين وخمسمائة جنيه فأخذ يبكي ويقول هل رأيت رحمة الله ولطفه لي أربعة أشهر لم أدفع إيجار شقتي وهو ألفا جنيه وصاحب البيت كل شهر يطلبه مني ولا يقدر حالة ابني واليوم وأنا أصلي الفجر دعوت الله أن يرزقني بمبلغ الإيجار أو يجعل صاحب البيت يرق قلبه لي حتى يرزقني فسبحان الله العظيم جعل المئتي جنيه تحلو في عين سائق التكسي ويأخذها ويجري كي يأتي آخر ويعطيني الإيجار وزيادة سبحانك ربي أنت أرحم الراحمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أصحاب السبت كان سيدنا موسى عليه السلام قد أنبأ بني إسرائيل أن الله قد حرم عليهم العمل في يوم السبت وأمرهم فيه بالتفرغ للعبادة وترك التجارة والأعمال الدنيوية مثلما أمر الله المسلمين بتلبية نداء الصلاة يوم الجمعة وأن يسعوا إلى ذكر الله حتى تقضى صلاة الجمعة ثم يعودوا لأعمالهم وتوالت الأعوام وفي عصر داود عليه السلام انتشرت الذنوب بين أهالي إحدى القرى على شاطئ البحر وكان يعمل أهلها بصيد الأسماك فأراد الله أن يختبرهم ليميز بين من أطاعه وبين من عصاه حيث ضيق الله عليهم أرزاقهم وامتنعت الأسماك أن تأتي إلى شواطئ القرية طيلة أيام الأسبوع واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أما يوم السبت فتقترب من السواحل والشواطئ وأعدادها هائلة وأنواعها جيدة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ويصبحون في اليوم التالي وهو يوم الأحد ليقوموا باستياد الأسماك فيجدون الأسماك قد غادرت الشواطئ إلى أعماق البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون انتبه أهل العلم والإيمان لهذا الابتلاء وعرفوه وأخبر الناس أن هذا ابتلاء من الله بسبب ذنوبهم ولو أنهم صبروا عليه فإن الله سيرفع عنهم هذا الابتلاء وينال رضوانه فالثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا راجت في المجتمعات تموت البدع وتصلح الأحوال ويعيش المجتمع حياة طيبة اجتمع بعض أهالي القرية من بني إسرائيل وعزموا على شق القنوات وفتحها يوم السبت حتى تمترئ بالأسماك ثم يغلقون المنافذ في الليل ليصيدوها يوم الأحد ولما رأى العلماء وأهل الصلاح هذا الفعل والاحتيال ذهبوا إلى العصات المحتالين وأخذوا ينصحونهم ويحذرونهم ويبينون لهم أن هذا تحايل على حرمات الله فمن طبيعة بني إسرائيل اللجوء إلى الخداع والتحايل والالتواء أخذ هؤلاء المحتالون يسخرون من الآمرين لهم بالمعروف والناهين عن المنكر وهنا ظهرت مجموعة كانت لا تعصي الله ولكنها ترى المنكرة ولا تنهى عنه وذهبت إلى العلماء والناصحين قائلين لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لماذا تتعبون أنفسكم بنصيحة أمثال هؤلاء فكان رد المؤمنين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي لنكون معذورين أمام الله عز وجل ولعل نصيحتنا لهم تجعلهم يفيقون من غفلتهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وجاء أمر الله وأنجى الله عز وجل الآمرين بالمعروف وأهلك العصا بالعذاب الأليم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون حل بالعصاة العذاب وحولهم الله إلى قردة عقابا لهم على معصيتهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر